بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد هبايبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن بذور الكرافز كيفية تناولها وماذا تعالج من أمراض يوجد من الكرافز عدة أنواع ومن المعروف أن الكرافز من الخضار التي يمكن تناولها مطبوخة أو نيئة ويعد الكرافز من الخضار الورقية الخضراء داكنة اللون ذات الحواف المسننة وتنمو أزهاره البيضاء صغيرة الحجم بين حزيران وتموز ثم تنتج بذورا صغيرة وملساء ذات لون رمادي أو بني فاتح والتي تمتاز بفوائدها الصحية بالإضافة إلى مذاقها الذي يميل إلى المرارة بدرجة بسيطة وعادة ما نستخدمها في وصفات الطهي كما تتوفر مستخلصاتها على شكل مكملات غذائية أو كابسولات وبذور الكرافز موضوعنا اليوم اقتحمت مجال الطب والصحة والجمال والتخصيص بشكل فعال وقوي كما تدخل في صناعة بعض الأدوية والمسكنات الطبيعية والكريمات لنتعرف أولا على العناصر الغذائية الموجودة في بذور الكرافز الكالسيوم، الحديد، المغنيزيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، النحاس، المنغنيز، السلينيوم، فيتامين C يعني جيم، فيتامين ألف، وفيتامين ه، وفيتامين B1، وB2، وB3، وB5، وB6 أيضا موجود فيها الكربوهيدرات، والبروتين، والدهون، والألياق، والسكريات، والفولات، والكولين، ما شاء الله بذور الكرافز مصدر غني بمضادات الأكسدة ومصدر غني بالمعادن إذ تعد بذور الكرافز غنية بالكالسيوم، المهم لصحة العظام حيث تغطي ملعقة كبيرة منه 12% من الكمية اليومية الموصى بها للإنسان والحديد أيضا المهم لتكوين كريات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم بالإضافة إلى المنغنيز إذ أن ملعقة واحدة كبيرة من بذور الكرافز أيضا تغطي 27% من النسبة اليومية الموصى بها للإنسان ويعد هذا المعدن مهما لتنشيط الأنزيمات التي تنتج البروتينات المهمة بالإضافة أنها تحسن الشهية ما هي فوائد بذور الكرافز للإنسان؟ تقليل خطر الإصابة بمرض النقرس تمتلك بذور الكرافز خصائص قد تقلل من خطر الأكسدة والإصابة بالالتهابات عبر خفض مستوى بعض المؤشرات الالتهابية كما يخفض من مستويات حمض اليوري وغيرها وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنقرس والتخفيف من التهاب وانتفاخ المفاصل والكاحل أيضا من فوائد بذور الكرافز منشط لوظائف الكلة ويكون ذلك بمساعدة الجسم على التخلص من سم اليوريك والسموم التي يمكن أن تكون سببا في الإصابة بمرض النقرس ويمكن أن يستعمل كمدر للبوت وعلاج الانتفاخ الذي يسببه احتباس السوائل في الجسم أيضا من فوائد بذور الكرافز محاربة الكورسترول فقد أظهرت الدراسات العلمية والتجارب على أن بذور الكرافز لها القدرة الهائلة في تخفيض مستوى الكورسترول في الدم عند تناولها بانتظام إن كانت مغلية أو باستخدامها كتوابل في الطعام وتعمل أيضا بذور الكرافز كمضيق جيد للأوعية الدموية وبالتالي تخفيض ضغط الدم ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية فبذور الكرافز تمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم ويمكن أن تكون بمثابة وقاية من سرطان القولون وسرطان المستقيم بالإضافة إلى أنها تعالج التهاب المثانة وتعمل على تطهيرها بالكامل من الحصى التي قد تتكون فيها والتي قد تسبب تهيجا مما يؤدي على إعاقة تدفق البول أيضا تعالج ضعف الرجال المتزوجين ولها دور قوي في تقوية الجهاز عند الرجل والمرأة طبعا مفهومة لأن بعض الكلمات محظورة وأيضا تعالج الروماتيزم كما ينفع في حالة عسر الهضم ومشكلة الغازات في المعدة ويمكن استخدامها كتوابل عند الطبق وتستعمل هذه التوابل عند تجفيف البذور وطحنها وقد اشتهر الكرافت كنوع من التوابل في الوطن العربي كما أنها تقلل من العصبية وتخفف من آلام الرأس والصداع والإرهاق وتساعد على التهدئة والنوع وتستخدم بذور الكرافت للتخسيس فإنها تعتبر من أهم النباتات التي تعمل على إنقاص الوزن نظرا لأنها تعمل على إدرار البوت مما يساعد على إحراق المواد الدهنية المخزنة بالجسم وبالتالي إنقاص الماء من الجسم مما يؤدي إلى خسارة الوزن وللاستفادة من بذور الكرافت يعمل شاي بإضافة ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويغطى الكوب ويشرب دافئة ويمكن للشخص تناول كوب على الريق ويمكن أن يحل المشروب بالعسل ولكن للحصول على نتائج مضمونة يجب التقليل من تناول الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية وهناك دراسات علمية حول فوائد بذور الكرافت توضح النقاط الآتية أبرز النتائج لبعض الدراسات العلمية حول فوائد بذور الكرافت فقد أشارت دراسات مخبرية لبذور الكرافت مساهمته في تقليل نمو البكتيريا الملوية البوابية المعروفة بجرثومة المعدة لكن ما تزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات لتأكيد دورها المضاد للأنواع الأخرى من البكتيريا وأشارت دراسة مخبرية أخرى نشرت عام 2011 إلى أن مستخلص بذور الكرافت قد يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية في المعدة وتحفيز الموت المبرمج لها ولكن ما هي أضرار بذور الكرافت ودرجة أمانها؟ تعد بذور الكرافت غالبا آمنة عند استهلاكها بالكمية الطبيعية الموجودة في الطعام ولكنها غالبا غير آمنة للحامل عند استهلاكها بالكميات الدوائية كتلك المتوفرة في المستقلصات أو المكملات الغذائية إذ أن استهلاكها بهذه الكميات كبيرة قد يحفز انقباضات الرحم مما يسبب الإجهاد وكذلك المرأة المرضع حيث تقلل من إفراز الحليب وكذلك تحفز بدء الحيد وتوجد بعض المخاوف أيضا حول استهلاك مكملات بذور الكرافت الغذائية لفترات طويلة فهي قد تكون ضارة بمرضى التهاب الكلا كما يفضل أن يتجنب المصابون بالحساسية اتجاه الكرافت إذ أنها قد تسبب حدوث رد فاعل تعسسي لديهم يتراوح بين درجة بسيطة إلى شديدة مما يؤدي إلى الإصابة بصدمة الحساسية كما يفضل أن يتجنب مرضى السكري استهلاك بذور الكرافت وقد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بذور الكرافت لذلك يجب الانتباه إلى حدوث أي تغييرات جلدية كالإحمرار ويجب الحذر من التداخلات الدوائية مع بذور الكرافت فقد يسبب استهلاك بذور الكرافت مع بعض الأدوية حدوث بعض التداخلات من الدرجة المتوسطة وبالتالي يجب استشارة الطبيب قبل استهلاكهما معا ومن الأدوية على سبيل المثال أدوية قصور الغدة الدرقية وبالتالي فإن استهلاكه مع بذور الكرافت قد يؤدي إلى تقليل تأثير هذا الدواء وأيضا أدوية الأمراض المزمنة حبيبنا حاولنا بقدر الإمكان وبشكل مختصر الإحاطة بموضوع بذور الكرافت وإذا في أي سؤال أو استفسار أو اقتراع حول هذا الموضوع أو غيره يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من راحب زوارنا الجذل اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر